هواوي تقدم اللون الجديد الأبيض اللؤلوي ونحن نعطيه هدية لواحد من المتابعين تابعنا لنهاية الفيديو عشان تعرف طريقة الفوز والمشاركة السلام عليكم بعد ما شفنا جهاز هواوي P30 Pro بالألوان السابقة اللي هي الأسود والكريستال وأورورا وفجر الشروق العنبري هواوي تستمر في تقديم ألوان جديدة وهالمرة عندنا اللون الأبيض اللؤلوي واللي بيجي مع حافظة تم تصميمها من قبل مصممين وجوهرات والزياء المعروفين سواروفوسكي الفيديو برعاية هواوي توصلوا معنا عشان نسوي المسابقة هذه بالتعاون معهم ونشرح لكم العروض المتوفرة في موقعهم اللون الأبيض اللؤلوي مثل الألوان السابقة من أجهزة هواوي أنيق للغاية ومميز واللون يخطف الأنظار صراحة خصوصا مع الحافظة اللي من شركة سواروفوسكي اللي تعطي فخامة أكثر للجهاز والمصمم بعناية ودقة عالية واللي تعتبر تحفة لكل اللي يحب التمييز والتفرد بطابعة الخاص أول شيء نلاحظة هو العلبة المميزة والتغليف الأنيق في تصميمها واللي مستوحى من الحافظة التغليف هذا بيكون حصري لأول 300 عميل ياخذون اللون الأبيض اللؤلوي وبعدها تقدر تحصل على الحافظة في علبة منفصلة مع الجهاز باللون الأبيض اللؤلوي فقط وموجود رابط معلومات الشراء في الأسفل هواوي P30 برو باللون الأبيض اللؤلوي بيكون بنفس مواصفات P30 برو السابقة والفرق الأساسي هو أن الجهاز بسعة تخزينية قدرها 128 جيجا بايت وتقدر تزود مساحة التخزين باستخدام نانو ميموري في منفذ الشريحة الثاني طبعا عندنا المعالج القوي من الجهاز نفسه P30 اللي هو كيرن 980 وطبعا معمارية 7 نانوميتر نظام التشغيل بيكون أندرويد 9 باي وطبعا يستخدم واجهة هواوي المعروفة EMUI بنسختها 9.1 وطبعا الواجهة معروفة بسرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام الشاشة نفس الشاشة المتألقة اللي شفناها قبل شاشة OLED بحجم 6 فقصة 47 إنش واللي يحبون يستخدمون البصمة للأمان البصمة مدمجة في الشاشة وعندنا تقنية الساوند كاستينج موجودة في الجهاز وهي تسمح ببث الصوت من الشاشة نفسها طبعا ما يحتاج أتكلم عن تفاصيل الجهاز واختيارات التصميم اللي موجودة فيه الجهاز فيه انحناءات تضيف إحساسه ملمس فخم جدا الجهاز طبعا يدعى معيار IP68 يعني إيش؟ يعني الجهاز مقاوم للغبار والماء إلى عمق مترين حتى 30 دقيقة يقدر يستحمل وما ننسى طبعا من أكثر الأشياء المميزة في الجوال هو كاميرا تلايكا الرباعية مع تقريب رقمي يصل إلى 50 مرة هذا طبعا للصور أما للفيديو يوصل إلى 15 مرة تقريب الرقمي وعدسة للسيلفي 32 ميجابيكسل للصور الرائعة وزي ما تعودنا مع الـ P30 Pro بيكون في خواص عديدة مثل التصوير الممتاز في ظروف الإضاءة الضعيفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأخذ صور مشابهة لأداء الكاميرات الاحترافية أما البطارية فبتكون بطارية كبيرة عندنا هنا 4200 ميلي أمبير وهذه بتسمح بتشغيل الجهاز لفترة يوم كامل مع صرف ذكي للبطارية وعندنا خاصية Super Charge 2 من هواوي وهذه تساعدنا نشحن 70% من البطارية في نصف ساعة فقط وما ننسى الجوال يدعم الشحن اللاسلكي وأيضا في خاصية الشحن العكسي اللي تخليك تستخدم الجوال عشان تشحن جوالات ثانية نسخة White Pearl أو الأبيض اللؤلؤي بتكون بـ 2599 ريال سعودي بينما سعر نسخة الأمبر سنرايز اللي استعرضناها المرة اللي فاتت 3599 ونسخة P30 Pro بالألوان الأساسية بتكون بـ 2999 ريال طبعا هذه الأسعار من ضمن عرض خاص لعيد الأضحى المبارك وطبعا الآن بنهاية الفيديو بشرح لكم كيف ممكن تفزون معنا بهذا الجوال الأبيض اللؤلؤي من الـ P30 Pro هواوي السعودية طبعا عندهم عروض لعيد الأضحى المبارك موجودة الآن ومستمرة إلى 21 أغسطس العروض شاملة لكل من الأجهزة الذكية الأجهزة اللوحية ولكثير من الأكسسوارات وغيرها تقدرون شي يكون عن هذه العروض من الرابط الموجود في الـ Description بالنسبة للمسابقة والسحب على هواوي P30 Pro اللون الأبيض اللؤلؤي كل اللي عليك تسويه تروح الرابط التغريدة اللي موجودة في الأسفل تتابع حساب إلكتروني في تويتر وتتابع حساب هواوي السعودية في تويتر وتسوي لنا ريتويت على التغريدة وبكذا بتدخل السحب على الجهاز يعطيكم العافية يا شباب على المتابعة وإعلان الفائز والتفاصيل بتكون في تويتر لا تنسوا تشتركوا بالقناة كالعادة وعطونا لايكات وبإذن الله تشوفوا مسابقات أحلى زي كذا في المستقبل